محمد فاسس محمد عرفوا الفاسس وعرفوا كل ما نعمل فيها في اي صور في اي صور انتفقنا كل فيس. شو كل فيس بنعمل؟ يعني كنت تكونوا عارفين. وين? هذا ليس نيرسينج دياغنوزي؟ لا. هذا ليس نيرسينج دياغنوزي؟ نيرسينج دياغنوزي بتعطيها لأي واحد بدي عنده فحص او صورة او اي شي مختلف مخبري. اي دياغنوزيك تستينج بدنا نعملها لبايشنس. ممكن نعطيه واحد من هذه نيرسينج دياغنوزي. طبعا في اكثر وفي غيرهم. اي سؤال هون؟ ما شاء الله. سهل. سهل. ماذا؟ ما شاء الله؟ بلد قاسس. من الآرتي؟ من اسمها من آرتي. بلد عينة دم. سيرم عين الدم لا سيرم عين الدم بس في الغالب بما انها الاكترو لايت يعني هي العين الوحيدة اللي بس حبها من الارتري هاي العين البقية كلهاتهم من وين من الفين بس هل انه بقدر ان اخفها من الارتري هاي السيرم ممكن بس الارتري بس الارتري اواش بتخوف لانك انت فايت على ارتري فممكن صير في بليدنج ممكن صير في فيب انفكشن وتفوت على ستريم لا بأخذها من الفين اسال طبعا شريان الو نبض استدني شوي لا شريان في الغالب مش مبين شريان الو نبض الوريد الو نبض عينة الابيجيز ان شاء الله بكرا اذا اخذتوها في الادلتو اذا شفتو حدا بعملها في المستشفيات بيستخدموا البلس بصوروا يحسوا بالنبض خصوصا نحن ناخذها من الراديل نحس بالنبض جنبها الابر تكون من زاوية 45-90 درجة وبفوت كثير متوجه للبايتشن كثير متوجه للبايتشن وفي بعض الابر قدما في الضغط عالي جوات الارتري ما بتسحبش الابر يعني الدم بعبد السرنجي لحاله لحاله بسبب الضغط انا بالنسبة لي اسهل من الفين من ساحبة العين من تركيب الكانيون لكنها جيدة للبايتشن تستنج تستنج يعني باكو تعرفوا شو كل فحص ما يعني الكترو كاردوغراف او الكترو كاردوغرام تخطيط قلب تخطيط كهربط القلب تستنج اتفاق ايضا طبعا هذا كبردرينك و مش حاضرين من حاضر شغلتها بس مش من دكيق معها ايضا اختلاف كبير الاسه ايكترو كاردوغرام تخطيط القلب العادي ايجا ان بيشنت عطى وارع صدر و بيوجعوه بحطوه له زي ليتز او مش بكوا على الجهاز تخطيط القلب سترس الاكترو كاردوغرافي هذا عبارة عن تخطيط قلب لكن بيشنت لازم نحطه تحت سترس شونا على سترس في الغالب بدني بطلعوا على تريدمل كيف فحص الرياضيين لما يشتروهم الاندية بحطوه مع تريدمل و بصير يركض و بشوف تخطيط القلب نفس الاشي انجوغرافي اللي هي زي القسطرة اسبيريش بيوبسي اعرفوا مثلا لامبر شو بنستخدمها ليش شو بنعمل فيها لامبر شو يعني لامبر وين سمعت بلامبر بالعناتومي لامبر اللي هي منطل تسفد ايوه بدخل ابر جواتها شو هناك في عندي نقاع شوكي شو بدي اعمل فيها مثلا داخت خزعة شو بطلع بالخزعة شو نوع العينة مثلا شو نوع العينة مثلا موجود هون شو نوع العينة مثلا موجود هون موجود هون هي ما يتكلم خيلي هون نحن المحرض نحن المحرض PS الحصول شو كل محرض شوكوا حدثه ثاني و الثالثة ليس الأولى و الثانية صح صحيح ثانية و الثالثة صح صحيح مجدي سيروم إلكترولايتس يجيس مستوى المعادن في الدم الأملاح والمعادن محمية الضانة الإلكترولايتس هي الأملاح تركيز الدم تركيز كيف تدام المركز تركيز الدم نفسه كيف تدام المركز أجل مولالتي نورمال فاليوز و لازم تحفظوا هذا ستحفظوا زي اسمكم طول عمركم بصراحة انا بالامتحان ما شفتش اي سؤال عليه لكن ممكن بعد ما سلمت و راجعت و اضاف و اشي الله اعلم لكن انا و انا براجع بالامتحان ما شفتش والسؤال عليه ما شفتش ما شفتش نورمال فاليوز مهمات مالكويفلانت هو نورمال مهمات هاي مهمة جدا مش للمتحان للعمل بكرا بكرا بدك تتيجي المس تسألك هذا البيشنس كديش عنده البوتاسيوم بتقول لها ستة كديش النورمال بتقول لك بقولها مثل ثلاث مص لخمسة فهاي رح تعفظوهن زي اسميكم امتحان ما شفتش فشو قلنا كديش مستوى تركيز الاملاح في الدم او تركيز الدم نفسه فها بتدلينا على الفيويت بلانس لا لا شكرا شو قلنا الارتيريال من وين من نسحب العينة من الارتريز مين هم الارتريز الراديل بريكل او الفيمر ولكن احسن واحد واسهل واحد الراديل قلنا بخاف دائما من البليدينج من الهيموريج لشان هيك بعد ما نسحب العينة قديش بدي ضغط على المكان شو العينات او شو النتائج اللي بتطلع فيه يا ماشي من معشي ممكن يلعبد العقام لخري ورصو لا احسن بي اتش بحمودة الدم بي ا ا ا او تو ضغط مش نسبة ضغط الاوكسجين على الخلية الدم الحمرى بي ا ا ا ا ا ا ا ا او تو وضغط CO2 على الدم HCO3 تركيز مادة قاعدية يسمها HCO3 بايكربونات يسمها بايكربونات بالكيميا في عندنا SAO2 كمان مش موجودة لكن تطلع بهذا الفحص SAO2 ساتوريشن تتذكروا مرة خذنا SPO2 وقلنا في عندي SAO2 هاي SPO2 عن طريقها بالفيترسانز خذناها على الاكسوجين ساتوريشن اللي بتطلع عن طريق البلس اكزوميتر والSA شو هاي SAO2 هاي عينة الدم اللي بناخذها من الشريان وهاي اكثر واحدة دقيقة ارجو على الفيترسانز سوف تلاقيها هاي شريحة فشو من البلد غازيس او الارتيريا هاي الارتيريا بلد غازيس نستخدمها عشان نعرف قديش الوكسوجين ستيتوس عن طريق طبعا SAO2 والPAO2 عشان نشوف في الاسد بيس امبالانس شو الاسد بيس امبالانس لا احنا جسمنا في عنده حموضة معينة درجة حموضة معينة من سبعة اللي هي البي اتش النور ملتاحة من سبعة وخمسة ثلاثين لسبعة خمسة واربعين اقل من سبعة وخمسة ثلاثين بكون الدم حمض واكثر من سبعة وخمسة واربعين قاعدي مين اللي بيتحكم فيها ومين اللي ممكن يعمل خربطة بالبي اتش يال HCO3 HCO3 مادة قاعدي والPACO2 حمضي ماشي هذا الفحص جدا مهم الابجيس عشان اعرف شو بدي اعرفي اكسجين ستيتس عن طريق مين الاكسجين ستيتس قلنا PAO2 وبالاضافة لل SAO2 والأسد بعرفه عن طريق ثلاث اشياء PH PACO2 وال HCO3 اول محاضرة او ثانه محاضرة في الادلت الابجيس راح تعرفوا كيف نحلل عينة الابجيس لكن حاليا بكوا تعرفوا هالأشياء راح بلات كيمستري كميائية الدم شانrd كيمائية الدم شؤفوا مواد كيمائية وجودة او منعرف طريق فحوصات الدم و هي عين الدم عادية بتكون. من الفين. هموغلوبين اي وان سي. هذا مش بي. هاي خربطة. هموغلوبين اي وان سي. هيك بتوكتب. ابعثم بحطو بيه هون. هذا الفحص التراكمي. اذا بتسمعوا فيه. جماعة السكر يبعملوا الفحص التراكمي. بقيسنا او بيعطينا صورة قديش الجسم عرف في تعامل مع مستوى القلوكوز. خلال فتل ثلاثة شهور. فهذا الفحص بنعمل لك لثلاثة شهور. هاي بكرة راح تعرف. هذا بس. هذا بالضبط. عن يوم او عن لحظة. يعني كن شارب كاسة شاي قبلها او كون متعشي او كون ضارب لك صحن كلافة وتعال ثاني يوم عملها وانت صايمت لك الدم دمك مرتفع. السكر مرتفع. شو يعني كابلاري من الشعيرات الدموية. فتطلعوا من غز احنا ابره. يا بتكون ابر صغير بنغزها بالاصبع. او بكون في عنا زي النيدل هذا او قلم. اول ما تضغط عليه بضرب ابره تكون. بتطلع شوي الدم هيها. عراص الاصبع. وهذا جهاز فحص السكر. هذا جهاز فحص السكر. حسب كل ما قديش بدنا نفحص. حسب كل قديش. الجهاز لا هيها الشريحة اللي هل كنت اغلى منها حتى اغلى منها. اه بزرق. هس هذا كمان بيستخدموا قلنا عشان نفحص مستوى جلوكوز. للاطفال اللي حديثين للولادة. صعب انك تلاقي الفين تاحهم حتى لو يكون الفين صغير يعني. شو كاني ولا لو تفوت فيه تفوتش. فبيستخدموه للنيوبورن عشان اعرف مستوى الهيموغلوبين لما دائما تسمعوا كلمة كالتشر شعن كالتشر فقافة بعد المحاضرة بقول لك ستول وكلتر زراعة زراعة الثقافة ثقافة زراعية فكلتر دائما بنا نعمل زراعة للعينة عشان اشوف شو نوع البكتيريا ماشي وبتنعمل معها فحص كمان اش منسميه مش فحص الحساسيه احنا شو متحسسين ضد ايش حساسيه البكتيريا لايش لاي مضاد حيوي فانا بهذا الفحص كلمة واحدة دائما تأتي كلمة واحدة كلمة واحدة باعرف فيها شغالتين شو نوع البكتيريا وشو نوع الدواء اللى بتتحسس منها هاي البكتيريا لما تتحسس منه يعني قع بيقتلها لانه بيقضع عليها عرفنا ؟ هاي لقدام هاي لقدام هاي لاشياء زراعة بزرعوها يعني عبارة أنا قع بيعطيها المواد عشان اذا كانت كميات او كميات صغيرة تكبر يزيد عددها. فأنا أزرع فيها بكاثرة. اذا شايفين اذا شفتوا اي نوع بروسيجر او اي نوع تست وكاتبين كيف تعمل الطريقة رجزوا على المنظوم. لانو راح يجيكم سؤال على واحد من كيف تتاخذ. مهمة جدا. انواح. هاي في الها انواع. الكلين فويدد. شو عن الكلين فويدد? مش استرل. ثاني كلين كاتش. هاي نستخدمها لليورين كالتر. ما اني بدي ازرع. لازم تكون ازمتش. يعني استرل ازمتش 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 او يمكن. كلين كاتش. شو اسمها الثاني? ميد ستريم. شو يعني ميد ستريم? ميد ستريم. ميد ستريم. اه يعني بنقوسين بخلي الباشنس من خبره. منتصف كمية البول اللي قاعد بتطلع منه. يعني بنقوسين بخلي بنقول الباشنس. او لما تفوت على الحمام. خلي شوية بول تطلع. هاي اول كمية بول بتطلع لتنظيف المجرى البولي. بناخذ بعدين الكمية او العينة. بتخلص. هلا. فهي شو اسمها? ميد ستريم. معرفنا شو معنى ميد ستريم? بخلي اول كمية تطلع عشان تعمل فلش للمجارة البولية. بعدين باخذ العين. فهي بنستخدمها لايش? يورين تلتر. والكونتينر تاحها تعالي العينة. بايش بنحطها باشي? استريل. ما انا بدي اعمل كالتر. ببديش يكون الكنتينر نفسه في بكتيريا. فبدي احاول عشان بالضبط. بالضبط تكون نتيجة صحيحة. انا اعرف البكتيريا اللي عند البيشنس. مش البكتيريا اللي جوات الكنتينر. فالكنتينر لازم يكون استريل. ميد ستريم. استخدمها الكالتر. ولازم يكون الكنتينر استريل. لازم اجمع البول لفترات طويلة. هذه واحدة عملتها برسالة الدكتوراه. انه كنا نجمع عينات البول لمدة 24 ساعة. عشان نشوف كديش في مستوى صوديو. نستخدمها عشان نشوف البيشنس كديش بيأكل املاح. اللي عنده مثلا ارتفاع ضغط عنده غبوط بعضة القلب. واحنا نقول له لا تاكل املاح لا تاكل املاح. وبقول لك انا ما باكنش املاح. تعال جمع لنا البول تاعك خلنا نشوف. لانه 95% من قمية الاملاح اللي بني ادم بيأكلها تطلع عن طريق البول. هاي شمالها؟ نا نسترج. ناتمر من قيخة 24 ساعة. ذلك كلها حتى معبها اي بكتيريا. احنا ما منهتم شو نوع الميكروورغنزم نحنا منهتم بالمستوى لتراكيز المواد التي ترانع في الأيران. اللي هو اللي هو الفلس كاثتر. اللي هو اللي هو اللي اخذته في اللاب. بربيش البولي. دائما كل ما تتعامل معه لازم تكون استرعب ما عشي؟ هذا كل ما يشيبه يدخل جسم الإنسان باسترعب طبعا والعين اللي بدأت تطلع منه شو لازم تروح على كنتينر وهذا الكنتينر شو لازم يكون؟ استرعب أهم اشي انت فايت على جسم الإنسان زي ما بقول فاحنا لازم يكون استرعب من مشاكل هذا بربيش البول انه دائما بيعمل اشي منسميه اختصارة كوتي هاي مش مطالبين فيها ولا لا دخل في الامتحان كوتي كاثتر هاي على الاستفادة فقط associated urinary tract infection urinary tract infection كاثتر اسوسياتيت هذا ايش اسمه؟ البربيش كاثتر associated مصاحب لي شو اللي مصاحب له؟ urinary tract infection فالعدوى اللي بتصير بال urinary tract شو سببها؟ كاثتر هاي العدوى هذا الكاثتر لوين بفوته جماعة؟ للمثاني لالبلدر فاتت البكتيريا اذا ما كنا استريل ما كنا محافظين على الطريق المثلى للتعامل معه بتفوت البكتيريا على المثاني من المثاني بتطلع الكليه بتضرب الكلا بتفوت البكتيريا على الجسم بتعمله سبسل فمن خطيري جدا يعني الانفكشن اللي بتصير فيها حسا في عندي urinary testing او بنسميها urinary analysis في ناس بكتبوها urinary analysis كلمتين مختلفات او منفصلات في ناس بكتبوها urinary analysis نفس الاشي هذا بنشوف ما انه تحليل ما بديش انا مشرحها كونستريل فانا بديشو في مستوى بعض المواد الكيميائوية اللي بتطلع مع اليورين مثل يورينار بي اتش قلناك البي اتش منعرف في الحموضة وكمان الجلوكوز كيتون باديز هاي مواد حمضية بروتين بلد غوزمولاليتي اللي هي تركيز قدرة الكلا على تركيز البول واحد عنده تركيز البول عالي شو منتوقع يكون في عنده تركيز البول عالي يعني فيها املاحة كبيرة وكمية سوالة قليلة ما بي سوالة بالضبط تكون عنده تكون في عنده تكون في عنده أو اتوقع الثانيات مش كثير مهمة لا تتوقع الثانيات مش كثير مهمة لما ياخد ديب بريث الكف ريفليكس اللي جوات الصدر بتحفز اللي هو انه بتخليه واحد انه بيصير بده يقوح لما ياخد ديب بريث فلما يقوح بدنا اياه يطلع سبيوتم بلغا في طبعا كونتينر اذا بدي اياه طبعا سبيوتم هذا كالتر فلازم يكون كونتينر استيريل بالضبط دائما كل ما تسمعوا كالتر شو لازم كونتينر يكون استيريل فبعد ما ااخد العينة وان بتروح بستيريل تستيوب عمليات تنظيرية او بده اشوف فيها شغلة اني اشوف هاي يا بتكون دايركت شعن دايركت بدي افوت عالعض واشوفه زي عمليات التنظير يا بتكون اندايركت زي بتكون تصوير اكس ري ام ار اي صورة طبقية ايش الام ار اي مغلاطيسية مغلاطيسية سي تي هاي سبني جي هاي سبني جي دايركت فيجولايزاشن انوسكوبي تتذكروا بالمقدمة لما كنا نقرأ عن المصطلحات انو من الانل سكوبي منظار فهنا بعد بروح بعمل منظار للانل كنال بروكتوسكوبي للريكتم بروكتوسيجمويدوسكوبي للبروكتو والسيجمويد نعملهم سكوبي الريكتم والسيجمويد كولونوسكوبي بروح بعمل سكوبيلامين للقلون غاستروسكوبي للماني ان دايركت اكس ري صورة عشعة صينية العادية التراسانت المواجفة قصواتية شفت تسمع بمصطلح اسمه إيكو كارديو جرام سألتين عنه بالبداية إيكو كارديو جرام او غراف هذا عبارة عن التراسانت بس لمين للقلب كل فحص او كل عضو بعمله التراسانت بسميها التراسانت عادية ما عدا للهارت شو بسميه إيكو كارديو جراف فهي التراسانت للهارت ماشي الالتراسانت لما فحصها للهارت شو بكون اسمها؟ إيكو كارديو جرام هاي الاندايكت فيجولايزايشن نحنا ممكن نستخدم فيها مواد نسميها الكونتراست اللي هي او الداي او الكونتراست بالضبط زي مادة مشعة مش مادة مشعة يعني مثلا انا بدي اصور الامعاء بالاشعة العادية السينية ما بتبين الاشعة السينية هي شو عبارة اذا في حدا فيكم بتصور صورة الاشعة السينية بحط وراك الفيلم وانت قدامك بيضرب عليك الاشعة هذا نفترض انه هذا هو الفيلم مثلا انا حطيت ايدي من هون وضرب علي الاشعة ماشي هذا الفيلم اللي راح يسجل شو بدي يسجل الاشعة لكن اي اشي امتص الاشعة ومنع من وصولها للفيلم شو راح تطلع راح تطلع شكلها ابيض ماشي هذا مبدأ عمل الاشاعات السينية الامعاء ما بتنتص الاشعة عشان هيك لما يروح بثلا بتصوروه لك الامعاء بصوروه لك اياه وانت واقف بدون استخدام كونتراست او داي ما راح تبين عشان هيك شو ممكن يبلع البيشنز مادة كونتراست او داي مادة زي الصبغة بالضبط اسمها الصبغة كونتراست اسمها الصبغة هس ايجت بالي بالعربي هي الصبغة عمليات القسطرة باستخدموها بعض العمليات الطبقية او الامر اي ممكن يستخدموها طبعا لانها مضرب جدا للكلا ممكن تعمل فشل كلاوي فلازم يضلوا يشرب سوائل عشان يخسل الجسم منها ويخسل الكلام هل كان الالكتور بمدين ناب ورجعني عن الكمبيوتر مرغان لوانه من جهة القلب وشبعيني حوالي هل مشربينه اياه هي كل القسطرة عن طريق الفندايب تكيب فلوروسكوبك ايجزامينايشن شعني فلوروسكوبك ايجزامينايشن انا بدي اظن اصوره اكس ري وانا قاعد بعطي الصبغة زي القسطرة القسطرة تعرف شو حبارة القسطرة فوتو كثتر ما شعني كثتر زي بربيس او تيوب صغير لعند الشرايين التاجية تاعت القلب الشرايين ما بتلتصل اشعة فلما تصورها اكس ري ما بتبين اذا نفترض هذا الهارت نفترضها ماشي نفترض نفترض افترض وهاي الشرايين تاعته شرايين قلنا لما نضرب عليها الهارت نفسه ما ببين فانا بدي اروح اعطيها مادة ملونة او الصبغة عشان لما اعطي اشعة بتبين بالوضع الطبيعي لما اعطي الصبغة وين راح الصبغة تمشي على كل الشرايين السدكاتر اللي بتعمل هاي العملية عملية القصرة عارفين بالاناتومي فعارفين الشرايين لوين بوصل او وين ما كانوا هذا البيشانت لو كان في عنده جلطة بالضبط مثلا هاي هيك بالوضع الطبيعي بعد ما اعطينا صبغة نفترض انسان اعطينا صبغة وراحة توقفت عنده هون والباقي ما بين شو بعرف انه جلطة وين مكانها هون هاي هي القصرة شايفين اكس راي للقلون شو استخدموا فيها باريام انيما باريام انيما شو بعمل بيعطوا فيها مال ديم ملونة ولا هاي المستحيل تبين على الاكس راي زي هيك فنحنا لما شربنا او لما عطينا الانيما بتعرفش يعني انيما حقنا شرجية بحطوا فيها مال ديم ملونة فصورنا اكس راي بتبين بها ولهي كيف بتبين الامعاء بدون مال ديم ملونة شايفين هاي الصوات نفسها ولا بتقدر تشوفها شوفي اسئلة عندكم قلنا هاي الاشياء ديركت و ديركت كارديو فيسكولر سيستم إلكترو كاردوغرافي تخطيط قلب هاي التخطيط بينما الاسترس إلكترو كاردوغرافي منطلوه على تريد مل ومنعمله تخطيط إيكو كاردوغرافي شو بستخدم فيها اشعلت يو اس شوان يو اس ألترا ساند قلنا ألترا ساند للقلب شو انا بشوف فيها فيجيولايز ستركتر أوف ده هارت شوف كيف ستركتر تحت الهارت كديش الحجرات كديش حجمين في تضخم فيهن ولا لا الفالبس الصمامات هل فيها مشاكل ولا لا هاي عن طريق الايكو كاردوغرافي الانجيو كاردوغرافي اللي هي القسطرة قلنا احنا بنستخدم نفوت انا التيوب وبظلني أعطي مادة فلوروسكوبي شعنى مادة فلوروسكوبي هي نفسها الكونتراست أو الداي وبظلني أعمل اكس ري لحتى أشوف هالبيشنت هيا ريديو باك داي اللي هي مادة الصبغة والمادة ملونة عشان أشوف اذا فيه بلوكيج أو جلطة بين قوسين أو أي تضيقات في الشرايين اي عملية انفيسف احنا بحاجة انفورمت كونسنت متى بناخد انفورمت كونسنت باي فيس بري بري يعني جوا الفحص بدا أقوله تعال وقعي كمان نعمل اكس ري هالي الكاردو بلمانر سيستم اكس ري عادي سي تي شو يعني سي تي طبقية كمبيوتد سكان أو كمبيوتد تيموغرافيز ام ار اي رانين ايش معنات شو باستخدم أو مواجهة مغناطيسية ممنوع اي واحد عنده ام ار اي يكون لابس اي اشي متى اي اشي معدري فوتوا على الجوجل وشوفوا اكتبوا ام ار اي فيل او رجكوا فيل راح تشوفوا بلاوي انتباه ومنفس الوقت اي بيشنس مزروع جواته زي صفائح اللي مثلا بكون عنده كسور بعمله صفائح السفيد بلاتين يوم ابعثهم صاروا يحملوا حتى زرعات الأسنان زرعات الأسنان بحطوا براغبهم في بعض المواد يعني لا تتعرض مع المرأة لكن اي واحد زي ما قلنا مزروع عنده اي اشي معدني ممنوع مثلا مش بيبلاخ رح يحترك رح يحمى كثير جوال جسمه ممكن اذا كان في برطالية تفقع في مشاكل كبيرة ايش الله يزلطك لتالك قبل الاعيد مشكلة عيديتك معها ازاي شو لتالك هذا الجهاز بطاعدة لا في تانيك شافي في نفق هذا السرير هذا السرير بقعدة جواته بفوت على النفق طلعوا عليك الله لا يحيشكم اينو هذا السرير بقعدة وهي بتزحي تزحي جوات النفق خاف صوته مزعج جدا انا عملته كيف عندنا هون تنصوح من صوت الضجع عملته بامريكا حاطوا لي سماعات ولي شنوع الموسيقى اللي بتسمعها كية موسيقى 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 عمليات التنظير حسب الاسم العضو لكي تكون قبل كلمة سكوبي الارينجو من الليرينكس برونكو من البرونكس وهاي مانا احنا كذل ما نقول نفكتين على الجسم شلاص مينكون ستيروبسي جاء ممكن ناخذ فيها بايوبسي عينات يعني مثلا عملوا تنظير للبرونكوس للقصرات الهوائية وشافوا فيه سي تيومر فيه وراء واخذوا منه عينيه لما ياخذوا منه عينيه وادوا عنه اختبرها شو نسميها بيوبسي عشان شوفوا شو طبيعة البيوبسي عشان اشوف شو طبيعة الخلايا احنا هون بعض مرات نقول لها زراعة انسجة بالعرب سراعة الانسجة فكلما تسمع كلمة بيوبسي في الغالب في الغالب عشان شوف هل فيه كانسر ولا لا ماشي اي مريض اي مريض هاي قاعد عائلكم يعني ببكرة اه بالدوام اذا بتسمع انه عن قوله بيوبسي ولا لا البيوبسي عشان في الغالب عشان شوف هل فيه عند السلطان ولا لا مش دايما بعض المرات البيوبسي لا الليفر للكبد عشان شوف هل فيه عنده تشمع على الكبد ولا على فكرة تشمع على الكبد مرتبط كثير السلطان الكبد البيونكوسي تيوب كبير بدفوت على البرونكوس او على المجال التنفسية هاي كثير يعني بالضايق فانا ممكن شو ممكن نستخدم انستيزيا شعن انستيزيا نوع مادة مخدرة عشان البيونكوسي ممكن حتى اناي اناي كونناي كومبيوتد تيموغرافي اللي هي سيتي سكان او الصورة الطبقية هي عبارة عن نوع من انواع الاكس ري لكن بتغطيني صور مقطعية ثري دايمينشنال اميج بسا في عندي احنا ثلاث صور اللي احنا بنعرفين اكس ري والسي تي عندي الام ار اي هذولا الثنتين شو معلهم انواع اكس ري هاي تو دي تو دامج هاي ثري دي هاي ثري دي لكن اكثر واحد بتغطيني تفاصيل هل تستخدم اكس ري هاي الام ار اي لا شو قلنا من اسمها موجات مغناطيسية هل تعرفين الفرق وهاي اكثر واحد اللي بتطلع الديتيلز بعدين سي تي بسرعة مش بسرعة بسرعة يعني يعني اكثر واحد بتاخد بويت ما رأي لبتنعمل بعدين سي تي بعدين الاكس ري الاكس ري اعطيها الفلاش بسجل على الفيلم ونطلع الصور ثير نستخدمها في حالات نزيف اللي بتصير في الدماغ إصابات اللي باشتبه إنو صار مع البيشنس رضوط في الدماغ أو إصابة للأنسج تاعة الدماغ أو حتى ورم في الدماغ مرد 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 بالغاية لا يمش امارايا عرف انه هل في فحص ارخص بنعمل ولا ضر المبناء من مرآي وعنده كم معادة جزء بجزء 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 ما بعملواش ما بعمل مرآي قلنا شو نستخدم ما في اي تعرض الاشعاع اي اشعاع نقصد فيها ما في اي اكس راي هيك معناها ما تعرض لالاشعاع والاشعاعاعها مضرعة فيها اشعة الاكس راي اذا بتتكرر حتى الاشخاص اللي بيشتغلوا في المختبرات يعني عند الكفار بيكون حاطين لهم زي جهاز وهذا الجهاز بقيس نسبة الشعاعات اللي تعرض لها الممرض او الشخص اللي بيشتغل في التصوير بعد ما سرعان يقول لك انت ممنوع او الروح انتقي لمكان ثاني اشتغل لمكان ثاني فالاكس راي مش سهلة الخصوص على الحوامل دايما بواحد بدي عملك مسالة انت حامل ولا لا اممكن تعمل تشوهات في البيبي اليد الفاني نفسه مردو جهاز اه هؤنوا هناك عندهم شعائنا معهم انتروني فاركو في الوسط com hemen الوسطة مريوط مين اللي قلنا احسن 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 يقولوه التي تعطيه بالزبط better contrast تعطينا صورة ادق أكثر من CT و CT أكثر دقاء من X-ray CT و X-ray شمانهم X-ray نوع من المعة X-ray بينهم من MRI مغناطيسي نيوكلير إيميجينغ نسمها نيوكلير نووي صور نووي كثير بالظبط كثير من استخدمها ل عشان نشوفها في البيتشنس عند السرطان أو كثير من المحترم قلنا نيوكلير نووي نظائر مشعة نظائر مشعة نظائر مشعة مواد نووية نظائر مشعة زيكم تبين فالمناطق الحمراء الأكثر إشي حمراء ها نسميها هوت سبوت في عندي كولد سبوت كم شاعر نبجة 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 كل مكان اللون أحمر ها نسميها هوت سبوت كل مكان على أزرق وأسود شو نسميها كولد سبوت كل مكانت أحمر و هوت سبوت معناتهم فيه بيرفيوجين عالي بعض المرات أو فيه نشاط عالي بين قوسين فممكن ندل أنه فيه عند البيتشنس تيومر تيومر بكون عالي بكون عالي بكون عالي ممكن ندل على أنه فيه جلطة ممكن نستخدموها عندهم للجماعة اللي عندهم جلطات طلبية أو حتى جلطات دماغية أسبايريشن شعن أسبايريشن بدي أسحب قلنا مرة حكيتها أسبايريشن إلها معنيين سحب سحب السوائل أو أسبايريشن إنه تفوت السوائل أو أي يفوت أي إشي على ريسبراتوري سيستم لما واحد الشردك هيسمها أسبايريشن قلنا ندير الباب وهذا المعنى الأسبايريشن فأنتم المعنى بتعرفوه من إيش من السياق شو المعنى المقصود هذا بتعرفوه من وين من السياق تاع الصوار ومن السياق الحاكي فهنا كاتب ليه أسبايريشن معنىها دروال أو فلويد معنى هالسحب كعب أسحب السوائل ما أنقى بدي أسحب سوائل من الجسم يعني بدي أسحب سوائل من الجسم يعني بدي أفوت على الجسم في الغالب يكون بنيل البسحبها بالضلط لازم تكون بستيرل بايوبسي قلنا دراسة أنسجة فأنا بدي أخذ عينة أنسجة وما أنها كمان برسيدور شو لازم تكون بستيرل لمبر بانتر هي عبارة عن بايوبسي بسحب فيها إيش ماذا اسمه؟ CSF هذا السائل يمشي حوالين البرين و حوالين نخاع الشوكي و وظيفته و ينقل نيوتريانت و يتخلص من الأوساخ اسمه CSF فعينة اللمبر بنكتر ماذا بطلع معها؟ ماذا بطلع معها؟ ماذا اسمه؟ سيربرو سباينل سيربرو من الدماغ سباينل الحبل الشوكي عشان هكو قلنا هذا بمشي حوالين الحبل الشوكي و الدماغ كثير بعملوها عشان جماعة اللي عندهم أخشية السحاية التهاب في أخشية السحاية سمعوا فيها؟ مرة في السحاية؟ بالصبت؟ ما هو الحرارة؟ اي واحد بيشتبه انه والله اندربخوا عليها حرارة وبتحسس من الضوء ها من علامات السحاية ولو دعونا نعملو لومبر بنكتر البيشنت هاي كيف تنعمل عملية؟ عن البيشنت سوع سريره بنائي معالج جنبه لاترال وبتحسس تاعه مثني يعني بين قوسين بده خلي ظهره او بخليهم قوم من ظهره وركبه رافحين لعند بطنه يعني كيف شكل الظهر راح يكون؟ زي السي شيب منقوس ليش بديها السي شيب؟ عشان نصير في عندي فراغات بين الفيرتبرا تزيد وبالتالي النيدل تقدر تفوت فالكلاينت موسيشن لاترالي اول اشي بكل نايمع جنبه والهيد بنت للجست يعني مثني على الصدر وكمان النيز شمالهم؟ فليكست على الابدوم فهيكا صفة شكل الصدر او شكل بين ادامه وشكل الظهر زي الشيب فالنيدل ما بتفوت من هنا؟ هذا الابدومين من هنا؟ لا تفوت من بره ماشي؟ هل تعتقد أنه مبارد من هنا؟ لا لا تعتقد هايها هايها الابدومين كل نايم على جنبه ورأسه مثني وركبه كمان مثني الى فوق فصفة الظهر من هنا شو هو؟ C shape وبأخذ العين من هنا بفوته من المنطقة المنطقة وشو العينة اللي بتطلع؟ عينة ايش؟ شو اسم المادة اللي بتطلع؟ CSF Cerebrospinal Foot اخذناها بالضبط هاي اخذناها synthesis في المقدمة معناها ساحب سوائل Aspiration من النوع من النوع على Aspiration Parabdomen هم حاطرين ايها فاراسنتيسس انا بسحب السوائل من وين؟ من الابدومين في عنا امراض اسمها Ascitis او مرض ال Ascitis تجمع السوائل في الكافية تحت الابدومين انها في الغالب تكون في مشكلة في الليفر عشان تخلص من هاي السوائل شو بعمل؟ Parasynthesis بسحب السوائل من الابدومين عن طريق النيدل وسترينجي بتخيلها على الكافيتي وبسحب هاي السوائل البسط هيا فهذا كانت كمية صغيرة تطلع عن طريق النيدل كان به طلعتها إذا ما كانت كمية كبيرة ما إحنا ممكن نشبك على تيوب على درينج على كونتينر يعني نجلمح على كونتينر وفي الغالب بيأخروا عينة من هاي سوال بودوها على المفتبر عشان أعرف شو هي هاي السوال قلنا بParasynthesis صاحب السوال من البطن Thoracynthesis Throx معنات صاحب السوال من وين؟ من الصدر من وين من الصدر؟ من Plural Cavity Plural Cavity كل Cavity في الجسم بتلاقي فيه حواليها أخشير يعني مثلا Cavity تاعت Throx Cavity الorgans الموجودة فيها هاي بتكون الorgans بيكون محيط فيها غشاء مغلف الأخشير مثلا مغلف الأعضاء نفسها وهسا هذا القفص الصدري بيكون من بطنه غشاء فهذا القفص الصدري وكمان من بطنه غشاء فيه جواته غشاء ففيه غشاء محيط للأعضاء وغشاء مبطن للصدر للقفص الصدري ففيه الفراغ اللي بناتوا ما اسمها تاعت الصدر Plural Cavity ماشي اسمها Plural Cavity تجمع السوائل هون من العربي تجمع السوائل على الرئة فوقها وهذا بعملها Therosynthesis بروح بسحبها عن طريق نيدل والحالة اسمها Plural Fusion Plural Plural وبين يجي الاسم Plural من الكابيتي اسم الكابيتي Fugion تجمع السوائل في هاي الكابيتي فشونا كيف بعاليشها عن طريق Therosynthesis في بعض حالات تجمع السوائل جوات من Tissue هاي الكابيتي هاي الكابيتي زي سفينج وجواتها بصير بتتشرب مي بزموط انها حط نيدل جوات سفينج بصعب السوائل كيف معناتهم لنا نعمل بعطيهم مدرات بول بنشي في ال بعطيهم مدرات بول عشان تطلع كل هاي السوائل من Tissue يعني بين قوسين إذا جمعك سوائل بفراغ بزموط ان نعمل سنتيسس إذا جمعت السوائل في نسيج النسيج تنتصى وتشربها لازم عطيهم مدرات بول لا لا ولا ندخل كلمات في الموضوع طبعا هاي البوزيشن اللي ممكن يستخدموها هاي نوص الاشي لاثراسنتيسس بون مرو بايوبسي شان بايوبسي خزع طبعا اسمها خزع بالعربي بايوبسي خزع بولمرو من نقاع العمر من وين بياخدوه شو هاي الاماكن اللي ممكن ياخدوها ممكن من الستيرنم إيليك كريست من الانتيريور و بستيريور إيليك سباينز تيبيا بوستيريور سوبيير كريست هي أحسن مكان قلنا البيوبسي دايما ليش نستخدمها في الغالب عشان السلطان عشان في اي سؤال اللي عاد الان ليبر بايوبسي خزع العين من من يجي مناخذها من الكبد كنت لكم بمعظم البيوبسي تتاخر عشان شوف ذا فيه سلطان ليبر عشان ذا فيه عنده تشمع كبت أو حتى سلطان في الكبت فالتشو is aspirated شو معنى سحب هسا الليبر من أكثر الأعضاء اللي فيه دم اللي بيجي على الدم لازم نكون اسطيرة عشان بس من نفس الوقت ليبر وفي دم كتير بخاف من ايش من فمعنى تشو هونة بعمل بدى اظلنا عامل ضغط على المكان البيوبسي مكان نسحبنا منه وممكن ان ناهم البيشنس عليها عشان ما ضرم يضغط عليها فالبيشنس مابوزشن اندر بايوبسي سايت يعني نايم عليها عشان نضر ضغط عليها زي هيك هاي بيروسي تحت الليبر الليبر جاي تحت الريب كيجر يمين تحت القفص صدري اليمين تساني هيك بدخل النيدل منه يخلصنا يا سلام عليكم في اي سوائل جماعة يلا سلينا تعالى ااااااااااااااااااا تعالى شراء ربما 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 ماذا يمكن أن تفعل ذلك؟ ماذا يمكن أن تفعل ذلك؟ فعل ذلك